ترجمة نانسي قنقر 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 في هذا القيم مثل ما قلت أهم شي ناقص عندنا هو التواصل وإذا كان ما في تواصل طبعا في القيم كل واحد يدرع عن في مكان وماحد يدرع عنه أو واحد اندبح وواحد رايح من الفرق الثاني للأم كوم وماحد يدرع عنه وطبعا غيرها من أمثلة ففي هذه الحالة تحتاج أنك تستفيد من بعض الأشياء ممكن تساعدك في أنك تتغلب على مشكلة انقطاع التواصل أولا لأصوات أصوات لعبة رهيبة ومحيطية جدا يعني فأصوات خيالية أصوات لعبة باتل فيل صراحة كأنك عايش في حرب حقيقية يعني فإذا كانت عندك سماعة حاول أنك تستخدمها لأنها مفيدة جدا إذا تبغى نزل الفيديو عن أفضل السماعات تكتبوا لي في الكومنتز تحت فمثل ما قلت إذا كانت عندك سماعة استخدمها راح تعطيك حساس جدا راعب أنك وسط المعركة ومخيف بعض الشيء طبعا وغير كذا يعني راح تكون عندك الأفضلية بأنك تعرف إذا كان في أحد من الأعداء مثلا يطلق صدقني تقدر تحدد وينه بالضبط أنا معي أسترو A40 نوع من السماعات اسمها أسترو A40 صدقوني أقدر أحدد وين مكان العدو بالضبط إذا كان يطلق بدون حتى ما استخدم الماب فالأصوات المحيطية والأبعاد اللي فيها جبارة طبعا في سماعات جبارة وقوية وفي سماعات معقولة وفي سماعات أبو كلب فمثل ما قلت إذا تبغوا مقطع عن السماعات اكتبوا لي في الكومنتز تحت عشان أشرح أيش الأفضل ووش اللي ممكن أنك تستخدمها أو تشتريها بدون ما يأثر على حسن ميزانياتك طبعا ثاني شي استخدم الميني ماب أو الخارطة الصغيرة اللي هي تكون في الزاوية وين في الزاوية صار تحت الشاشة هادي من أهم الأشياء اللي ممكن أنك تقدر تستخدمها صح أنه بعض الأماكن أنا بالنسبة لي لعبة باتل فيه لأحس أنه الميني ماب فيها شوي يبيلها تركيز أكثر من أنه إنك بس تمشي مثلا أحس أنه الميني ماب اللي في لعبة كود يعني بدون مقارنة لأحد يقول لي أحين جالس تقارن أيوة أنا جالس تقارن خلصت هالموضوع أحس أن الميني ماب استخدامها أسهل بالنسبة لي في كود أكثر من باتل فيلد باتل فيلد يحتاج عليها تعود وشوية يعني طولة بال مثل ما يقولون فإذا استخدمتها صح طريقة لعبك راح تتغير وممكن أنه تغير مسار المباراة اللي أنت جعلتها وفي الميني ماب أشياء كثيرة ممكن أنها تفيدك مثلا إذا العدو أطلق وهذا الشي يعني بديهي إذا أطلق بدون سابرسر فأي لعبة طبعا كود باتل فيلد ميدل الف اونر أي لعبة ثانية إذا أطلق بدون سابرسر أو كاتم راح يكون موجود عندك في الماب لكن في لعبة باتل فيلد الرينج أو المجال اللي راح يكون فيه تقريبا من 10 إلى 15 ثانية فرح تكون أنت عارف وينه بالضبط طوال هذه المدة فممكن أنك تنتفى بسرعة يعني أيضا في الميني ماب راح يظهر لك وين لاعبين فريقك طبعا ووين هم إذا ماتوا راح يكون هذا الشي على شكل جماجم تطلع أيضا هذا الشي راح يكون في الشاشة بعض الأحيان فخلكم مركز شوي ولا تدعموا بسرعة في مكان خويك مات فيه ممكن يكون واحد من كمبر هناك كلاس الميدك طبعا تكون عنده الأفضلية جدا يعني بحيث أنه كل شخص يموت قريب منه يطلع عليه علامة الريفايب سواء من سكواد أو غير سكواد فهذا أيضا تفيدك في تحديد هالمكان فيه خطر أو فيه عدو أو لا يعني وأهم شي لا تدعم بسرعة وتسوي ريفايب لخويك وانت لسه ما عرفت مين لذبح أو كيف انذبح فهذا الشي مهم طبعا يعني لأن كثير تحصل في شي مهم أيضا أنك تحاول تلعبه في هذه الحالة طبعا أو في حالة إذا كان الفريق اللي ضدك قوي جدا أو فريقك ما عندك تواصل معاه مثل ما قلنا في هذه الحالة وهو إذا تحركت في الماب حاول تتحرك من كفر إلى كفر أو شو بالعربي من غطاء إلى غطاء يعني حاول إذا تحركت لا توقف في مكان مفتوح حاول يكون جمك شي تقدر تتخبر باوراه وقت الحاجة والله قصتها ذا طويلة فإن شاء الله راح تكلم عنه في مقطع من فصل كيف التحركات في الماب كيف تستفيد من كل غطاء فراح تكلم عنه في مقطع ثاني وبس هذا اللي كان عندي أبغى تكلم عنه اليوم المقطع قصير جدا يعني أتمنى أجب كل مقطع شباب عدلوني على التأخير في تنزيل مقاطع باتل فيلد وهذا المقطع راح يكون في سلسلة الطريق الاحتراف سلسلة قديما اللي ما شاف هيقدر يشوفها في القناة موجودة في بلايلست على اليمين أو على اليسار مدري على حسب اللغة اللي انت حاطة فأشكركم على المتابعة قيم المقطع كومنت فيفرات إذا عجبك حيل وبس التوفيق يا شباب شكرا 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 علي اشتركوا في القناة sistem